تتوجه كل من موسكو وكييف وواشنطن إلى نيو ديلهي مطالبة إياها اتخاذ موقف واضح وصريح من العملية العسكرية الروسية على الرغم من ذلك لا موقف هندية حاسم لماذا؟ عدة أسباب تدفع بنيو ديلهي لإيجاد توازن دبلوماسي بشأن موقفها من أوكرانيا فتربط الهند علاقات مزدوجة مع الولايات المتحدة والغرب من جهة وعلاقات استراتيجية ودفاعية مع روسيا من جهة أخرى على المستوى الروسي لتزال موسكو المورد الأكبر للأسلحة إلى الهند على الرغم من خفض حصتها من 70% إلى 49% بعد قرار الهند تنويع مصادر تسلحها وتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي وتزود روسيا الهند بنظام الدفاع الصاروخي S-400 الذي يمنح الهند ردعا استراتيجيا ما يدفع بنيو ديلهي إلى عدم المس بعلاقاتها مع موسكو بالإضافة إلى العلاقات الدفاعية لا يمكن التغاضي عن عقود خلط من التعاون الدبلوماسي بين البلدين في قضايا عدة أبرزها استخدام موسكو حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم كاشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان وقفة بذلك إلى جانب الهند يحظى الشق الاقتصادي بحصة أساسية من العلاقة الروسية الهندية إذ اتفق الطرفان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار عام 2025 من جانب الغرب عززت الهند شراكة قوية جمعتها بالولايات المتحدة واليابان والسراليا تجلت بتحالف كوات القائم على مواجهة الصين ولا تلتقي الهند والولايات المتحدة على مواجهة الصين وحسب فالرابط التجاري بين البلدين أساسي وأصبحت الولايات المتحدة الشركة التجاري الأول للهند ووصل حجم تبادل السلع والخدمات إلى 147 مليار دولار نهاية العام 2019 بناء على تلك المعطيات يصعب على الهند اتخاذ موقف صريح من الأزمة الأوكرانية نظرا لوضعها الحرش ويبدو أنها تلجأ من جديد لاستراتيجية عدم الانحياس لكن مع استمرار النزاع قد تجد يدلهي نفسها أمام خيارين أحلى هم مر